يجب أن يكون في حياتنا أشخاص ينصحونا ويوجهونا لطريق الخير وصيرتوا إذا كانوا هاد الناس هما والدينا أقرب الناس وأحن الناس لنا ديما نقولوا الصغار هما اللي يغلطوا بزاف ولازم يشاوروا اللي كبار عليهم بسح مرات يكون العكس كين اللي كبار ويديروا غلطات أكبر منهم وصيرتوا إذا كان الإنسان اللي لازم ينصحهم لطريق الخير هو اللي يوجههم لطريق الشر الحكاية تعاليوم راح تكون حكاية ناجات من ولاية سعيدة واه ولاية سعيدة سعيدة بعيدة والماشينة غالية على بالي كي سمعتوا كلمة سعيدة تفكرتوا هاد الغنية الإسانسيال ناجات عندها معانات متأمنوش عقلكم بسبب شكون بسبب الأم تاحا هي اللي كانت سبب في طلاقها من راجلها اللي كانوا متزوجين عن علاقة حب دامت سبع سنين السلام عليكم شيريت كيراكم ديرين إن شاء الله هركم غاية ومهنين وفرحانين تم وقال عيلة تعكم مرحبا بكم في فيديو جديد وحكاية جديدة وقبل ما نبدأوا الفيديو تعنا كالعادة نرحب بالمشتركات الجدد اللي نضموا للقناة نقول لكم مرحبا بكم الشيريت إن شاء الله تعجبكم القناة وتستفادوا من المحتوى كما شفتوا في بداية الفيديو الشيريت اليوم راح نحكي لكم حكاية فيها عبرة كبيرة وكما تعرفوني دايما نحط الحكايات اللي يكونوا نقين وفي نفس الوقت فيهم عبرة كبيرة لكم نبدأوا الحكاية تعنا على بركتي الله تقولنا جات في عمري 32 سنة مطلقة وعندي عام ونص من اللي اطلقت وعندي بنتي صغيرة في عمرها 3 سنين وماما هي اللي حرشتني على راجلي وطلقتني منه مالغري كانت بيناتنا قصة حب كبيرة وكنا نبغو بعدانا وجامي تخيلت يجي نهار ونطلب منها اطلاق كي كان في عمري 5 سنين ما كانوش والدييا قاعد تفاهموا كل يوم المشاكل الزقا وقاع ايا تفارقوا كي تفارقوا رحت أنا ومما عشنا عن جدي وجداتي كي ما راهي عايشة بنتي يدروك وما نكذبش عليكم كي كنت صغيرة كانو اخوالي وجدي وقاع متهليين في يوم قلشيني جامي زقا وعليا ولا اي حاجة مش يمليحة داروها لي يشرووا لي يدوني ينحوس ليسانسيال كنت عايشة غاية وكنت متفوقة مليح ودايما ندي علامات ملاح ومتفوقة على زملائي والأم التاعي حريصة باش ندي معدلات شابين ودايما تنصحني وتقول لي يا بنتي لازم تقراي وتديري المستقبل تاعك ما تديريش كي ما انا يا راكي شتيكي تطلقت وقاع لو كمشي جدك واخوالك مكانش اللي راح يرفدني خاطر شعلاه اماما كانت شقاريا وكي تطلقت ما صابت لا خدمة لا دي بلون في يدها زعمام زي اخوالي رفدوها وكانوا يصرفوا علينا وقاع وقعدت على هاداك الحال نقراها ندي معدلات شابين واكيد الأم التاعي كل يوم تنصحني وتفكرني بلي القراية هي سلاح المرأة وتفكرني بتطلقتها دايما ما على باليش عليه والحاجة اللي كنت مستغربة منها واللي قاع الأمهات يديروها غيما اللي ما تديرهاش ما تهدر ليش على الزواج ما تقول ليش يا بنتي غادي تكبري تتزوجي وتديري ولاد وشعال ما الوحدة تقولها يا جات العزبة تاعك ولا العروسة تاعك ما تبغيش دايما تحوصت بعد لي الفكرة تع الزواج أنا ما نكذبش عليكم كنت عارفة بلي الأم التاعي بسباب المعاناة تاوحها في الزواج وقاع ما راهيش باغية تتفكر هذيك التجربة بالصح ما كنتش حاسبة باللي ما تحوصنيش نتزوج قاع في حياتي وبينما أنا نقرا في الجامعة وقاع عندي الأستاذ تاعي تاع الفلسفة معجبية أنا ما كانش على بالي بالصح حتى اللي تنشوفه يتقرب لي يزيدني في النقاطي حتى اللي يهدر معايا وحدا النهار جاء عندي للجاغدة وهدر معايا وقال لي ركي عاجبتني وراني يلاوي الحلال قلت لي ما نكذبش علي قلت له صحان خمم ما لقري أنا كنت قال ع هذيك الفكرة تع الزواج مراسي خاطر كنت صغيرة وفي عمري 18 عام وزيد ما كنت قاع نخمم في الزواج والأم التاعي ما كبرتنيش على هذي الفكرة جامي قلت لي بلي غادي تكبري وتتزوجي كما حكيت لكم دايما تركز لي غي على القراية والمستقبل وقعت نهدر معاه يعني قلت لها نخمم وقاع ما قلت نهدر معاه وكان كل خطرة يفاتحني في الموضوع ونقول لها غي يصبر علي ومع الوقت واللي تنوالفاه واللي تنحكي معاه واللي نزع ما منجاذبين البعض ايا حكيت لاما قلت لها فوالا فوالا واحد راه جاي بيخطبني وقاع وقلت لها الأستاذ تاعي زع ما عنده مكانة وخدم ومشي كما انتيا نغبنتي وقاع ايام ما رفضت قلت لي لا قلت لي مستحيل ما قلت ليش مستحيل تتزوجي بيه بالصح قلت لي مستحيل مازالك صغيرة ولازم نشوفك قريتي وديتي الشهادة تاعك قلت لي قلت لها عندك الحق اما انا قلت لي نهدر معاه ونقول له اذا يريد ان يقرأ علي صحة اذا لا يريد ان يسهل ايه بدأت تقول لي لا لا تقرأ علي وان بعدها يأتيك مكتوبك وقع قلت لي انا ما درتش عليها وهدرت معاه وقلت له صبر عليها قلت تكمل السنة الدراسية ارواح اخطبني بالصحي لا نتزوجوش تمتم لازم نقرأ وندي شهادة تاعي تم عاد ندير العرص وخليتها عليه قلت لي خمم شوية وقال لي راني قابل الصيف تاع العمل جاي ان شاء الله نجين خطبك خطبه رسمية ونديلك الخاتم وبعد ما تتخرجي ان شاء الله نديرو العرص تاعنا قلت له صحة متفاهمين وكما كان الحال فاتت هذه السنة الدراسية ونغينا هادروا مع بعضانا وقع وجل الوقت اللي يجي فيه باش يخطبني تم كانت الام تعي خايفة خاطرش كانت حاسة باللي راني نهضر مع هاداك الانسان اللي حكيت لها عليه بس طح مانيش عارفة علاش كانت ساكتا المهم جاء وخطبوني ودالولي الخاتم وكانت قابلة بس يفعليها وقلت له حتى نتخرج العام الزاوج اللي عليها وندخل للجامعة خطيبي غير موعد العرص وقال لي علاش ما نديروه شسنا قلت لها قرايتي قلي بعد الزواج وتكملي قرايتك وتدي الشهادة تاعك قلت له صحة اراني موافقة بس طح الحاجة لما توقعت هاشو صدمتني هي ردة الفعل تعمى تكيه ولا تدير كيه عارفة بللي غادي نتزوج قبل ما نتخرج ولا مسكينة قعدت تصفق وطلع لها الحلو وقعدت خايفة كيشور راح ندير حاجة قعمش مليحة ايانا كيشتها هاكيك تتخبط وخايفة عايتت لخوالي وجدي قلت لهم الجروم ما شصرا فيها شاكاين منها منها قلت لهم بللي قررت راح نتزوج قالوا لي يا بنتي ما تزيديش تهدري فيد السوجي قدامها حتى تريح وغدوة من ذاك ناضطت ماء وصبحت لاباس عليها اهدرت معها غيب العقل وقالت لها ماء لماذا ما كيش بغيتني نتزوج هو منا ولا تتجبد لي وحكيت لي صيرة تحياتها قلت لي ابو كان يعايرني كان ما يجيب ليش نلبس ما يجيب ليش ناكل وكنت متمنية لو كان جيت قارية ونشري الروحي ونخدم على روحي ما نحوش قاع لي على بيها يا بنتي اراها عندي عقدة نفسية من هادك الزواج وانتي ما نش بغية يصرع لك كما صرع لي انا راني بغيتك تقراي وتدي شهادات مش غيش شهادة واحدة باش يكون سلاحك في المستقبل ما تحصيش يقدر ربي قاع وتتزوجي وتطلقي ويصرع لك كيفي انا ما نش بغية كما هاك وتم كيشفت اما مسكينة متقطرة وقاع سلمت عليها وقلت لها اما والله ما نتزوج حتى ندي الشهادة ونحطها بين يديك وكيما كان الحال عيضت الخاطيبي وهدرت معاه وفهمته وقلت لهي لا ما راكش قابل نتسيبارا ومندروك خير ما نقدرش نمرض اما ونخسرها على جالك انت ولا على جال الزواج قادرة نقعد حياتي ما نتزوج بالصح ما نخسرش اما والحمد لله تفهم الوضع تاعي والوضع تاع اما وقال لي نقارع لك يا لو كان منا على عشرين عام المهم انت يا قراي ودي شهادة تاوعك ورانا مخطوبين وكي يلحق هذك الوقت نديرو العرس داعنا واكيد المكتوب يلعب دور كبير في علاقتنا وقعدنا هكاك مخطوبين وقاع مدة خمس سنين بلا العامين اللي كنا مخطوبين فيها قبل المهم اديت الشهادة تاوعي وكي ما وعدت ما حطيتهم لها في حجرها وقلت لهم ما هارني وفيت بوعدي انتي تاني لازم توفي بوعدك وتما ضحكته قاتلي بنتي غي هذري معاه وحد وموعد العرس وبعد هذك النهار بعشرين يوم درنا العرس داعنا وفات عرس ما شاء الله حضروا لفامي تاعه ولفامي تاعنا وكي ما كان الحال شيرات وكي ما قاعد كنايا رح تسكنت انا وياه في دارهم ما كانتش عنده السكن الله غالب قل لي صبري عليا تسكني معايا في دارنا ومن بعدها تتحسن الأحوال ونديلك دارك وحدك وتما بدات المشاكل وسباب المشاكل هي الأم التاعي ما نكذبش عليكم كنت عايشة غاية مع دارهم بعد الزواج كي زادت عندي بنتي قلت لكم في العام الأول قررت أني ما نخدمش وصيرتو كي الزوج تاعي ما تهلي فيا يعطيني دراهم يعني ما يخصني ويلو قلت علش الله نقعد نتفرغ لداري وزيد نربي بنتي وتما أمه كانت دايما نتدابزني وزيد تحصل في راجلي كانت تقول لي هو اللي رح ما نعكمل خدمة وهو مسكين ما كانش يدير عليها كان يقول لي ما عليش راني مقدر شعورها خادش حكيت لها على حكايتها ومن بعدها تتحرشني وتقول لي قولي له يدير لك الدار ما تسكنيش معاهم ولا تتحسسني كي شغور رح حقرني رح غابني وليت انا نتدابز معاه دخلت لي الفكرة في رأسي وقلت له لازم تدير لي داري وحدي انا مستحين نقعد ساكنة مع داركم ولا يسقسيني كيش ما دارو لك من ناقعدت نقول له والو لازم تدير لي داري وحدي وهو ما كانش عنده يعني كان استاد على قده وقده يعني كان يعطيني المصروف تاع الدار والمصروف تاع بنته وراكم عارفين يعني الشهرية تحت 3500 ما تقدش كيش يروح يكري لي دار ايا انا يروح تقشي ورحت لدارنا قعدت الى 15 يوم ويقول لي رواحي وانا نقول له لا ما نجيش حتى تكريلي وما نكذبش عليكم كي ما بغاش يكريلي وقاع قلت له لازم تطلقني مانيش عارفة كيفيش خط شموك تتعمر لي فراسي وقعد هكا قعدنا واحد الستة شهر ولا سبعة شهر في المحكمة ودلت له الخلق وطلقته راني درت مجهود الشيرات باش اختصرت لكم الحكاية باش ما تملوش وثاني اعطيتكم التفاصيل الضرورية اللي تعرفوها باش الشيرات كي تجو تنصحوها تعرفوش اتقولوها على بيها حكيت لكم الحالة تعمها ودروك راه تقول لكم راني في عام ونص على تواصل مع الزوجتاعي يجي شوف بنته يعطيني المصروف وراه دروك باغي يرجعلي بالصحة الام التاعي قاتلي لرجعتي له ما راكي بنتي ما نعرفك ما تعرفيني وما رانيش باغي نخسر رمه وفي نفس الوقت راني باغي نرجع الراجلي راني باغي تنصحوني ماذا بكم وتقولولي شاندير كي ما شفتو الشيرات الحكاية اليوم جد مؤثرة وفيها عبرة كبيرة لكم لا تخلوش ولادكم يعيشوا الحالة النفسية اللي عشتوها في الماضي كان بزاف اللي صراولهم مواقف صعيبة وهذو كل مواقف ينعكسوا على ولادهم في المستقبل وما تكونوش انانيين مع ولادكم هذه هي ولا العكس تاني الام بين بنتها ولا ولدها كي ما ديك الحكاية اللي حطيتها لكم تعهدك اللي بغا تتعاود الزواج من راجلها ميت ولدها ما خلهاش تتزوج اناني هنا يا الشيرات لازم نعرفوا كيفاش ما نكونوش انانيين المهم الحق للنهاية الحكاية تاع اليوم والفيديو تاعنا تاع اليوم نقولكم تهالله في رواحكم نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد وحكاية جديدة واي وحدة بغية تتواصل معايا وتحكي لي حكايتها ولا حكاية سمعتها وتأثرت بيها وفيها عبرة تتواصل معايا في الانستغرام تهالله في رواحكم الى لقاء